اعزائي طلب الطالبات ديبلوم المدارس السنوية الصناعية تخصص الالكترونات اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة النظم الالكترونية حنكمل بقية الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه في الحلقة السابقة واحنا كنا اتكلمنا في الحلقة السابقة على دائرة جهاز الارسال الام وقابليها على طول كنا اخذنا الرسم التخطيطي لجهاز ارسال الام وقلنا ان هو بتكون من 3 اقسام قسم خاص للصوت وقسم التوليد التربضات العالية وقسم التعديل والارسال وبعد كده اشرحنا فائدة كل عنصر في دائرة جهاز الارسال بتاع الام وقلنا كل عنصر بيعمل ايه؟ النهاردة هنتكلم على طريقة العمل طريقة العمل بداية من بداية الدايرة اللي هي في قسم الصوت اللي هو الميكروفون هنشوف بعد كده المراحل اللي هتعدي عليها الاشارة من ميكروفون الى مكبر داية التعديل وبعد كده على الارسال الجزء اللي احنا نتكلم فيه النهاردة مهم جدا ليه؟ لسبب ان احنا عايزين يعرف خط لما اقول طريقة العمل بتاعة الدايرة يبقى خط سير الاشارة في الدايرة خط سير الاشارة في الدايرة اين اشارة اللي هي الاشارة الكهربية المعبرة عن الصوت؟ بداية من الميكروفون وحتى هواء الارسال يعني الاشارة هتمر بايه بالزبط؟ ايه المراحل اللي هتمر بيها؟ يبقى دا جاي يعني جاي من هنا الجزء اللي خاص باهمية شرح طريقة عمل دايرة جهاز الارسال يعني لما اقول طريقة عمل تعرف على طول ان ده خط سير الاشارة بداية من الميكروفون زي ما قلنا وحتى هواء الارسال ونشرها عبر الاسار تعال نشوف طريقة عمل الدايرة دي ونشوف ازاي الاشارة بتتحرك من بدايتها من بداية الدايرة وحتى نهاية الدايرة وفقا لنا هتمر بالاقسام اللي احنا قلنا عليها قسم الصوت وقسم التردوط العالية وقسم التعديل والارسال وهنا التعديل تعديل اتساعي ايه ام نشوف الكلام دا على الشاشة طريقة عمل دايرة جهاز ارسال الام لو بصت كده هلاقي عندي الدايرة زي ما هي موجودة هي في عندي اول حاجة عندي الميكروفون اللي هو دا الميكروفون طيب ادي الميكروفون دا هيحول الاشارة الصوتية الى اشارة كهربية وبعد كده تخش على C6 اللي هيبتدي ينقل الاشارة الى قاعدة الترانزوستر اللي هو شغال كمكبر ادي Q1 اهو اللي هو شغال كمكبر C6 جابتلي الاشارة من الميكروفون وبعد كده تتنقل الاشارة عن طريق C5 الى مين تمام الى قاعدة الترانزوستر اللي هيشتغل كمعدل او هو اللي هيعمل لعملية الموديلاشن اللي هو Q2 او اللي بداخلت على Q2 الاشارة بعد ما تكبرت هتخش على الترانزوستر اللي هو Q2 وبعدين تيجي بقى داية الترد العالي اللي هتطلع او الترد العالي اللي هيطلع من L2 C2 وعن طريق C3 هيخش على مين على مشاعر الترانزوستر زي ما احنا قلنا اللي داخل على القاعدة الاشارة اللي خارجة من المكبر اللي هي الاشارة المعبرة عن الصوت ولداخل على المشاعر هنا تمام لداخل على المشاعر التردد العالي هنا الترانزوستر دا يبتدي يعمل عملية الموديلاشن او التعديد هيبتدي يعمل ايه بقى بعد ما يتم عملية الموديلاشن او التعديد يعدل الاشارة على حسب الاتساع الاشارة اللي داخل على قاعدة الترانزوستر يعني يعدل اشارة التردد العالي اللي هيجاية من L2 C2 عن طريق C3 تتخش على المشاعر مين اللي هيعدلها هي الترانزوستر اللي بتدي يعدلها بناء على مين بناء على التساع مين بالزبط كده كيو بناء على التساع الإشارة الداخلة على قاعدة كيو اتنين بعد كده الإشارة بتطلع على الهوائي تتحول الهوائي هتطلع يحولها من إشارة كهربية إلى إشارة كهرومانسية وينشرها عبر الأسير ده أو دي طريقة عمل دائرة جهاز الإرسال الـ A-M أشوف دائرة قدام مني دائرة عملية لجهاز إرسال A-M ودائرة بسطة جدا ممكن تعملها أنت سهلة جدا لأن كل القيم مكتوبة عليها بالزبط يعني كل قيمها بالزبط قادي هنا مايكروفون وبعدين هنا في مكسف 100 نانو فراد وفي عندي مقاومتين قادي مقاومة 100 أوم وقادي مقاومة تاني 4.7 أوم وفي عندي هنا الترانزستر اللي هو 2N4A وشايفهم إيه 2N4A وفي عندي مكسف تاني 6 و 8 من 10 نانو فراد وفي مكسف تاني 74 نانو فراد والملف اللي هو 1 من 10 مايكرو هينري وقادي الأنتنة اللي هو الهوائي والدائرة دي بتشتغل على إيه بتشتغل على بطارية من 3 إلى 6 فولت يبقى أنا كده عرفت الدائرة دي دائرة سهلة جدا وممكن أعملها عني طبعا هنا الترانزستر دلوقتي بيقابلنا عندنا مشكلة اللي هي إيه ما أنا مش عارف أطراف الترانزستر نقول لك بقى تعرف أطراف الترانزستر إزاي خلي بقى لك بقى معايا أطراف الترانزستر عندي عشان أحددها عشان أحدد أطراف الترانزستر يا إما بحددها عن طريق الأبوميتر يا إما بحددها عن طريق الداتا شيت الداتا شيت اللي هو بيدين لسمة الترانزستر بأطرافه بأقصى جهد بيتحمله بأقصى طيار بيتحمله والترانزستر ده ممكن يشتغل وظائف الترانزستر ده ممكن أشغاله مكبر أو أو أي حاجة بيدين الكلام ده كله فين؟ في الداتا شيت تعالي شوف هنا قادي أطراف الترانزستر اللي هو أربع اتنينات بص خلي باك بقى معايا قادي الترانزستر ونوع الترانزستر ده هو يقول لي هو نوع الترانزستر نوع الترانزستر ورقمه وخلي باك معايا أطرافه في النظري اللي هو رقم تلاتة البيز رقم اتنين اهي اللي يبنون الموف ده والإمتر باللون الأخضر اللي هو رقم واحد يبقى ناقدره تقديل تحدد أطراف الترانزستر اللي هو مين؟ اللي هو 2N4 اتنينات يبقى لي الطريقة ان أنا بحدد بها ده بيبقى مكتوب على فكرة في الداتا شيت التعديل الترددي اللي هو تعديل الترددي يعني زي ما احنا قلنا ليه بنتكلم على التعديل الترددي نرجع تاني للجزء اللي احنا قلناه في البداية خالص ان احنا قسمنا أجهزة الإرسال خلي بالك الإزاعي إلى نوعين فاكرين الكلام ده؟ آه فاكرين جهاز الإرسال الإزاعي بتنقسم إلى نوعين جهاز إرسال إزاعي AM وجهاز إرسال إزاعي FM على حسب نوع التعديل أو التشكيل إذن احنا اتكلمنا على الجزء كله بتاع التعديل الAM من أول معرفنا التعديل الAM وخدنا ناس متخطيطي لدائرة إرسال AM وخدنا شرح دائرة الAM لسه متكلم عليها من شوية حنبتدي نتكلم دلوقتي على التعديل التردد اللي هو الFM اللي هو طبعا إحنا بنشوف زي ما احنا قلت أو زي ما احنا قلنا قبل كده على المينة بتاعة جهاز الراديو اللي هو جهاز إستقبال الإزاعي بشوف أرقام وفي نهاية الأرقام بيبقى كاتبلي على ناحية الAM أو الFM والناحية التانية خلي بدك بقى معايا بيكتب لي التردد لو كان أنا شغال على موجات AM يبقى التردد بالكيلو هاتس ولو أنا شغال على موجات FM يبقى التردد بالميجا هاتس إذن أنا عرفت لأننا الوقت أعرف معنا الكلام اللي مكتوب على المينة بتاعة جهاز بإستقبال الإزاعي كويس تعديل التردد بقى إيه الفايدة مني وإيه الغرض مني تعديل التردد برضو نفس الكلام زي ما احنا قلنا الفايدة من التعديل أيا كان نوع التعديل هو المقصود بيه بحمل موجة تردد موقفة على موجة تردد عالي عشان تروح لمسافات بعيدة أدي فايدة التعديل سواء كان AM أو FM بيختلف نوع بقى التعديل نفسه طريقة وضع موجة التردد المخفض على موجة التردد عالي بتختلف في التعديل الاتساعي AM كنا بنحط موجة التردد المخفض فوق موجة التردد العالي والتردد العالي كان بياخد الشكل على حسب موجة التردد المخفض يعني التعديل التعديل الاتساعي هو التغير الحادث في اتساع الموجة الحاملة اللي هو التردد العالي تابع عن الاتساع الموجة المخفض وقلنا في الجزء الموجة بلاقي اتساع كبير أو في الجزء السابق بلاقي اتساع شوية وهكذا ده في التعديل مين الاتساعي وخلي بالك في التعديل الاتساعي التردد كان سابق اللي هو عدل الزبزبات في الثانية الواحدة كان سابت إنما الاتساع بيتغير طب لما قولت تعديل ترددي لا يبقى التردد هو اللي بيتغير وأكيد الاتساع هيكون سابت التردد اللي هو مين عدل الزبزبات في الثانية الواحدة يعني إيه الكلام ده يعني هلاقي الإشارة المعدلة تعديل ترددي الاتساع بتاعها سابت إنما اللي بيتغير من جوة التردد على حسب مين على حسب الموجة الحملة يبقى اتساعد موقع الحملة اتساعد إشارة معدية تعديل FM ثابت والتردد هو اللي بيزيد ويقل على حسب التساع مين الموجة المحمولة اللي هي بتاعة التردد المقابل برضو هناخد الغرب من التعديل الترددي إننا هبعت الإشارة على موجة حملة والموجة الحملة دي تعمل عملية تعديل للإرسال وبعدنا بعتها واستقبلها على خلال عادية كشف بس كل ده FM وأخد برضو الإشارة الأصلية اللي أنا بعدتها سواء كان صوت أو أي إشارة بعدها والعلم إن في أجهزة الإرسال التلفزيونية أو الإرسال التلفزيوني بتم تعديل إشارة الصوت تعديل ترددي ويتم تعديل إشارة الصورة تعديل التساعي عشان نبقى عارفين لأن احنا بعد كده هنبتدي نشرح الجهاز الاستقبال والإرسال التلفزيوني تعالي نشوف الأول التعديل الترددي ونشوف إزاي شكل الإشارة بيتغير معايا في عملية التعديل وإن اللي بتغير معايا التردد والإتساع ثابت ونشوف وعملية التعديل دي بتتم إزاي نشوف الكلام ده عشان عشان التعديل الترددي FM اللي هو Frequency Medulation الهدف أو الغرض من التعديل الترددي شوف كده أنا عندي إشارة المعلومات اللي هي Medulating Signal Medulating Signal شايفنا الإشارة المعدلة دي اللي أنا عايز أبعثها بدخلها عدد التعديل FM Frequency Medulation وبعدين بيطلع لها من هنا الموجة الحاملة Career Wave ده كده زي التعديل التساعي بس الشكل حيختلف في التعديل الترددي تعالي Polsce شوفوا اللي خرج من دية التعديل آه إشارة اتساعها ثابت اللي هو الطول بتاعها هوا بس اللي بيتغير معايا التردد هنا التردد عالي وهنا التردد أولاية وهنا التردد عالي وهنا التردد أولاية على حسب مين على حسب الموجة المحمولة اللي هي أشارة المعلومات خدت بإشارة اللي هو Frequency Med становится أو الإشارة المعدلة أو التعديل الترددي اشارة التعديل الترددي. بعدتها الاجهزة الاستقبال. يعني كل الكلام ده كان بيتم في الارسال. بعدتها المين لاجهزة الاستقبال. هاخد الاشارة اللي هي تم تعديلها تعديل الترددي ويدخلها على كاشف التعديل الترددي اللي هو FMD Moderation او Detection اتنين صح. وبعد كده بيبتدي يفصل الموقع الحاملة عن المحمولة ويبتدي رجعني الاشارة الاصلها تاني اللي هي اشارة المعلومات. اللي هي الاشارة الاصلية اللي انا كنت بعتها. طب تعاني شوف شرح بقى المراحل دي مرحلة مرحلة. شرح الهدف او الغرض من التعديل الترددي. بص اول حاجة عندي الاشارة اللي عايزة بعتها. ممكن تكون اشارة صوت اهو زي ما احنا بنتكلم دلوقتي. هتخش على مين على مراحل الارسال. هتخش على مين على ال اف ام دوليشن. ده خليت لها كده الاشارة. اللي هي او اشارة المعلومات. تبتدي تطلع لها مين? الكاريار ويف. اللي هي الموجة الحاملة. ابص لها الخارجة عندي الكاريار ويف دي تغيرت. تغيرت فين? في التردد. سابتة في التساع. مين اللي غير في ترددها? الموجة بتاعت مين? اشارة المعلومات. هبتدي ابعتها على اجهزة الاستقبال. وايه اخد الاشارة طبعا. اللي انا كنت معيتها هي هي الاشارة المعدلة اف ام. وابتدي ادخلها على او ال اف ام دي مو دي ريشن. اللي هو كاشف التعديل الترددي. وابتدي رجعها للاشارة الى اصلها مرة تانية. كده انا عرفت اللي غرض من التعديل الترددي. ان انا هبعت الاشارة لمسافات بعيدة. والتردد بتاعها بتغير. والاتساع بتاعها هو اللي ايه? اللي سابت. التعديل الترددي. خلي بلاك بقى معايا اللي هو عشان نعرف برضو معنى اف ام اللي هي فريكونسي مو دي ريشن. تعال شوف هنا. التعديل بيتم ازاي في المرحلة نفسها. لان بعد كده هنبتدي ناخده عملي على ايه? ان الحاجات لان انا محتاجها عندي ايه هي? وحدة التعديل ال اف ام. وطبعا عندي الاشارة بتاعة المعلومات اللي هي المدولي دي. وخلي بلاك بقى نقسمها جزء جزء. ودي الكارير ويف. بص بقى خلي بلاك بقى معايا. عشان نفهم ايه اللي بيدور في التعديل الترددي بالزبط. جزء جزء. انا عندي هنا الاشارة دي. خلي بقى معايا المدولي دينك سيجنال او شرط المعلومات اس امتهى. بص. اي بي سي دي اي اف جي. عزيم. ادي الايه? خلي بلاك معايا. نفس الجزء بتاع مين السي? نفس نقطة السي. نفس نقطة الاي نفس نقطة الجي. اللي هي المنتصر السينتر. طب عندي البي اعلى قيمة. والدي اقل قيمة. والاف زي البي. يبقى ازا البي والاف اعلى قيمة. والدي اقل قيمة. ازا انا عرفت بقى ان السنتر بتاعي هيبقى الاي والسي والاي والجي. ودول القوى انتم ما تبقى واحدة. يعني التردد في الجزء ده هيبقى واحد. انما اللي هيختلف معايا بقى التردد في البي والدي. طبعا والاف زي البي. يعني التردد هيبقى بخلال البي عالي جدا. وفي خلال الدي هيبقى قليل جدا. وفي الف هيبقى عالي جدا. طب وفي الấy والسي والدي هيبقى بين البي وبين الدي. يعني التردد هيبقى المتوسط ما بين ال اي وما بين الدي وما بين البي. اللي هو بتاع مين? بتاعィه. تعال بص كده للرسمة ونشوفها كده بيعني بالتفصيل. لما كان بص خليل لك عندي نقطة الاي اهو اللي خارج شوف بقى نقطة الايه التردد اهو شايفو تقريبا تلات زبزبات عند البي بص كده ست زبزبات اهو عند السي زي الايه اهو وبعدين عند الدي هلاقي بص اتنين زبزب اهو 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 اقل قيمة هي وعند الايه زي مين زي السي والا اهو اهو اقل الايه والاف هتبقى زي البي اهي وبعدين الجي زي مين الايه والسي والا اهو ده الجزء اللي احنا بنتكلم عليه بالتفصيل اذا كل نقطة عندي في الاشارة المحمولة اللي هي بتديني نقطة فين بتديني نقطة فين على التردد نفسه خلي بدك معايا نوضح الجزء ده عشان تبقى فاهم كل نقطة ركز معاك كويس قوي ركز معاك كويس قوي تاني كل نقطة في الاشارة المحمولة بتديني تردد غير النقطة التانية في في التردد او بتديني تردد غير النقطة التانية يعني كل نقطة بتديني تردد معين زي ما يبقى ايزا كل نقطة من النقط دي الاشارة اللي داخلة يعني كأن الاشارة اللي داخلة كل لما بتتغير في نقطة معينة بتديني تردد معين والكلام ده هنشوفه عملي وهنشوفه احنا بنغير في الاتساع بتاع الموجة المحمولة دي ايه اللي هيحصل في التردد طبعا كل اللي بزود على التردد يبتدي يزيد ويقل لان تعديل ترددي كل ما زود بمين في اتساع الموجة المحمولة والكلام ده هنشوفه عمليا نشوف فقط الجزء اللي بعد كده ادي شكل عندي بيوضح لي عملية التعديل ادي المودورياتينج سيجنال اهي الاشارة الداخلة اهي اللي هي الموجة المحمولة وعدي فريقونس مودوريشن دي داية التعديل بص هنا جايلي منين جايلي الكارير ويف اهي بص التردد العمالي يزيد ويقل على حسب مين؟ على حسب التساع بتاع الموجة المحمولة ادي دي بقى اللي هي المين؟ مودورياتي سيجنال او الاشارة المعدلة اللي هي الفريقونس مودوريشن تعاني شوف بعد كده عندي ادي اشارة بالاجزاء بتاعتها بالنقطة اللي عليها الاشارة المعلومات وهشوف هنا ادي الكارير ويف زي ما هي تساعها سابت وترددها سابت شوف بقى لما دخلت عليها اشارة المعلومات والاثنين دخلتهم في مرحلة التعديل ايه اللي حصل اهو زي ما قلتلك قبل كده ادي نقطة الايه شوف التردد هنا تلات زبزبات نقطة البي ستة نقطة السي تلات زبزبات اهي زي الايه نقطة الدي اهي اتنين والاي نفس الكلام زي الايه وزي السي الاف زي البي اهي واضحة خالص كلها ايه وقادي نقطة الج زي الاي زي الاي والسي والاي كل الكلام ده شوف خلي برك بقى معايا عشان اوصلك للتعريف بتاع مين بتاع التعديل التردودي ازاي بتم التعديل التردودي اللي هي النقطة اللي شفناها ازاي بتتم جزء جزء خلي بلك بقى معاه نشوف الجزء ده يتم ازاي وازاي عملية التعديل التردودي بتتم ها ده عندي ده جزء اللي هو خاص بالفريقونسي مودوليشن اهو لو بصت كده بص كده اهو الجزء اللي خاص بينا دي الجزء اللي خاص بالA والB والC بص كده هتلاقي عندي بص ادي الجزء الخاص بالA اهو الجزء الخاص مين بالA ادي الجزء الخاص بالB هاخد نقطة نقطة النقطة اللي بتقبيرها في التردودي العالي وبعد كده هاخد نقطة مين السي اهي زي الA بالزبط وهاخد نقطة الD اهي تردد قليل جدا اقل تردد عندي وبعدين ال E هتبقى زي ال A وال C اهي هدي ال E هاجي بعد كده المين ليه الجزء الخاص بال F اللي هو زي ال B وقه دي G زي بالزبط الجزء بتاع السنتر بتاعي طبعا زي ما قلت لكم اللي هو ال C ال C وال A وال E وال G طبعا ده اللي بنقول عليه اهو اللي هو F اللي هو تردد ضبط بتاعي اللي هو مين بص كده خلي باك معي اهو بتاع السي يبقى فيه تردد اهل منه ليه F O زائد دلتا F وفيه تردد اعلى منه ليه F O زائد دلتا F يبقى بص خلي باك معي اتنين دول اهم بينين خالص اهم يبقى فيه تردد اعلى من التردد بتاع الضبط بتاعي اللي هو F فيه تردد اعلى منه ليه F O زائد دلتا F وفيه تردد اهل منه ليه F O زائد ناقص دلتا اف كده يبقى انا عملت مين الجزء اللي خاص بتاعي اللي هو عملية التعديل تمت ازاي جزء جزء تعال نشوف بقى بعد كده طبعا بين الترددات اللي هي اقل واعلى من التردد بتاع الضبط الوراسيتنج فريقونسي هنشوف بعد كده عندي تعريف التعديل التردد دي شوف كل ده شوف شرحنا كم جزء عشان اعرفك بس عشان نوصل لفهم لفهم التعديل الترددي لفهم تعريف التعديل الترددي مش حفظه يعني كل ده عشان ناخدك خطوة 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 ونبتدن احنا نستخلص من الكلام اللي احنا شرحناه التعريف التعديل الترددي طب بتقشار المعدلة الترددية انا انا شفتها الاتساع بتاعها كان ثابت الارتفاع ولي بتغير معايا التردد بيتغير على مزاجه لا على حسب مين على حسب الموجة المعدلة او الموجة المحمولة يبقى لما اجعرف التعديل الترددي من خلال اللي انا شفته من الشرحل السابق هقول هو التغير ده اسمه تعديل الترددي يبقى تغير في مين في التردد يبقى هو التغير في تردد الموجة المحمولة ذات التردد العالي تبعا للموجة بتغير لمزاجها لا تبعا للموجة المحمولة ذات التردد المنخفض يبقى التغير الحادث في تردد الموجة الحاملة ذات التردد العالي تبعا للموجة المحمولة ذات التردد المنخفض واسكت لا لازم اقول الالتساع كان ايه ثابت عند ثبوت مين الالتساع تعال نشوف بقى نشوف خلي بالك نشوف مش نحفظ نشوف التعريف بالرسم ازاي وبعد كده نقول ايه نقول التعريف يبقى دلوقت انا عرفت التعريف اجي بقى نشوف التعريف بقى عن طريق الرسم ادي الاشارة اهي اللي انا عايز ابعتها وادل كارير ويف دي طبعا الموجة الحملة المحمولة ودي الموجة الحملة ايه اللي حصل الموجة الحملة دي تغيرت اهي ترددها تغير اللي هي التردد العالي اهو تغير المزاجه لا على حسب مين الموجة المحمولة يبقى ازا لما اجعرف التعديل الترددي اقول مين بقى هو التغير الحادث في تردد الموجة الحملة ذات التردد العالي تدعن للموجة المحمولة ذات التردد المنخفض عند ثبوت مين الاتساع الطول بتاعي سابت اوه الارتفاع بتاع الإشارة ده ايه سابت تعال نشوف بقى الشكل اللي هيوضح لي مكتن نشوف خلي بالك بقى معايا احنا اتكلمنا قبل كده عن التعديل الاتساعي الام ودلوقتي حاليا بنتكلم على التعديل التردددي انا هفكرك بالتعديل التساعي والتعديل التردددي يعني انا لو دخلت إشارة واحدة خلي بالك بقى معايا هركز كويس قوي لو خدت إشارة ودخلتها على دايرة تعديل ا 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 قى نفس الوقت هشوف الخارج بتاعها. وهشوف مين? الخارج بتاع التعديل AM وتعديل FM. هشوف كده الكلام ده اهو. بص ادي اشارة هي. ادي السجن اللي انا عايزة بعتها لفوق. ولما دخلتها على معدل FM اهي اشارة معدلة تعديل التساع. ولما دخلتها على معدل FM ادي اشارة معدلة تعديل التردد دي. هنا التساع ثابت. والتردد هنا بتغير. هنا الاتساع هو اللي بتغير. والتردد هو اللي ايه? هو اللي سابت. يبقى انا عرفت دلوقتي الجزء اللي خاص بمين? بعملية التعديل التساعي والتعديل التردد دي. تعاني شوفوا الجزء اللي بعد كده? التعديل الترددي للاشارة بتاعة FM. خلي بلك بقى معايا. ركز كده معايا كويس قوي في الكلام اللي هقوله. ركز في الكلام اللي انا هقوله. التعديل الترددي اللي هو الFM عايزين نعمله عمليا. محتاج ايه? انا محتاج موجة تردد منخفض. اللي انا عايز ابعتها. يبقى عايز مولد تردد منخفض. اللي هو بتاع مين? بتاع الاشارة المعدلة. الاشارة المعدلة. وعندي عايز محتاج مين? مولد تردد عالي. بتاع الاشارة بتاع الكاريار ويف. مغة حملة. وعايز اتنين مولد. وعايز جهاز اسليسكوب. عشان اشوف الاشارة. اللي داخله كمان واللي خارجه. يعني اشوف الاشارات بعد اصيجنال ويف واللي هي الاشارة اللي اشارة التعدله واشوف الكاريار ويف. هو شوف كمان الاشارة في نفس الوقت اشوف مين? الاشارة المعدلة اللي تم تعديلها تعديل تردد يبقى اذا انا محتاج كل الاجزاء دي طيب احنا عندنا بردة بننفذ عليها داية التعديل الFM وداية الكشف كمان يعني بعمل عليها حاجتين تعديل وكشف طيب الكلام ده كلام كويس قوي تعديل وكشف يبقى انا هعمل ايه يبقى انا هشوف الاول الدايلة دي بتتكون من ايه؟ حلقة الدائرة دي بتتكون من كزا جزا فيها اسم تخطيطي block diagram لمين؟ للsine wave اللي هو الموجة بتاعت المقافض او الموجة المحمولة وفيها block diagram بتاع مين؟ بتاع einemodulation وداية التعديل وفيها برضه block diagram بتاع demodulation اللي هو الكشف اللي احنا اتكلمنا عليه في البداية اللي بيفصيل الموجة الحامل عن المحمولة دا اسم تخطيطيطيها وفي عندها في الجزء العلوي اللي فوق زي ما هنشوفها دليلتي بدفع بلوكه خاص بالكارر وهو مجالة حمالة وبلوكه خاص بالتعديل التردد اللي هو FM مودلیشن وبلوكه تاني اللي هو ديم مودلیشن اللي هو الكشف قليل بلوكه الاخير اللي هو gover supply اللي هتشغل لي الدايرة او توفره الجهد اللي هتشغالي مستعمل لتشغيل من الدايرة ٢ تعالى نشوف الجزء العاملي ده ونشوف ازاي خلي بلاء اكتما معاه هشوف ازاي الاشارة بتتعدل تعديل ترددي وحقول لك برضو تاني ان انا افكرك ان احنا قلت لما اغير في التساع الموجة المحمولة بتاع الصين ويف يتغير معايا مين التردد وكلام ده هنورو لك بالتفصيل نشوف الكلام ده على الشاشة التعديل الترددي اللي هو الفريقونس المدوليشن عمليا خلي بلاك بقى معايا بص كده هنا عندي الدايلة بتاعتي اهي دي عبارة عن كزا جزء لو بصت كده ادي بص مدوليشن بلوك ده داية التعديل وده مكتوب عليه هنا فم مدوليشن هو بعد كده مدولياتور او مدوليشن الاتنين صح وهنا عندي الامبولفاير يعني فيه عندي تعديل وفي نفس الوقت الاشتراح اللي عملت لها مدوليشن اعملت لها مدولياتور بعمل لها عملية امبولفاير او تكبير ده الجزء هنا بص هنا ده مدوليشن امبوت ده الدخل بتاع مدوليشن ده اللي هايجي عليه مين تمام اللي هايجي عليه الصين ويف ده قاعد... اللي هو مولد التردد موجة المحمولة. او موجة التردد المقافض. ادي هنا زي ما انا رأس الجزء الخاص بالغرضين بتاع cbs ادي ايه ايه. شايف ثف. كنت Sustain Wave Generator ده مولد التردد. في مفتاحين مفتاح اللي فوق ده مكتوب علي Frequency Adjust. ضبط التردد والمفتاح اللي ده مكتوب تحت منه تحت اصباعين هو مكتوب وحورها لك عشان اغير في الاتساع وغير في التردد بتاع مين بتاع الساين ويف وفيه مفتاح تاني بس تخدمه في تعديل الترددات برضو بتاعت الساين ويف اهو المفتاح اللي فوق ده بغير فيه اهو خلي باك معايا وببقى زرط على اللي هو تنكد ده الكارير ويف بلوك الوعدة بتاعت توليد الموجة حملة وبعدين دي دي موديليشن ودي دايلة البور سبلاي يبقى دول انا عرفت التلات او الاجزاء اللي ايه الموجود ودي الاف ام بلوك دياجرام بتاعت الاف ام دي موديليشن هنا لو بصيت كده دي المرحلة بتاعت الساين ويف اهي ده الامبوت بتاعت الساين ويف وده الساين ويف زي نتر هاخد الخارج بتاعه وده هزبطها على التردد على اثنين كيلو هيرتز اهو هنا هتقول يا استاذ طب ما ده مفتاح تردد وليه تحت ده مفتاح تردد فايدتهم ايه هنا بيغير لي ايه اتنين كيلو هيرتز متين كيلو هيرتز طب لو انا عايز مثلا اتنين كيلو هيرتز يعني الفين هيرتز لو انا عايز الفين وخمسمية لو انا عايز اه ده عشرين كيلو هيرتز عايز خمسة وعشرين كيلو هيرتز مفيش يبقى اجيب منين 25 اجيبه من ده ازود من ده اجيبت كده 2020 كيلو ورتز وازود بعد كده اجيب 25 كيلو ورتز يبقى ده اللي بيغير لي بين المفتاح ده اللي بيغير بين 25 ال 20 كيلو و 200 كيلو ورتز طيب نشوف بعد كده عندي بص كده ده امبت يود ده اللي هو اهو كده هاخد الخرج بتاع مين بتاع داية المدوليش اشغل داية البورساب لاي اخد خرج الساين ويف وادخلها على المدوليش بس لازم اشوف الساين ويف الاول على الاسليسكوب اشوف الموجة بتاعت الترد المخافض هابتدى وصل الاسليسكوب بتاع دي موجة الترد المخافض زارت عندي اهيه تمام مزبوطة اهيه دي الموجة المحمولة دي مين الموجة المحمولة بتاعت الترد المخافض المعدلة هاجه ادخلها بقى دلوقتي على مين على داية الموديليشن او التعديل اهو خدتها داية الموديليشن اخد بقى خارج الموديليشن اهو اف ام او اوت بوت اهو يبقى الطرف دا حيوصل بمين بالاسلسكوب اهو هيريطلع لمين الاشارة المعدلة الاشارة ايه المعدلة اهي اشارة دي اشارة دي معدلة هتبدأ اصبط اهو تردد المسحة بتاع الاسلسكوب ويبتدي اصبط اللي من انا ملاحظه ان الاتساع هنا ثابت اهو طولها ثابت اهو كده بتدي اصبط اهو الاقي الاشارة بتتغير عندي في التردد اهو ترددات عالية في جزء وترددات مخافضة في جزء والاتساع هنا ايه ثابت ادي الاشارة المعدلة اف ام ادي الاشارة المعدلة مين اف ام ايه بتختلف الترددات والاتساع عندي ثابت اهو الطول اهو باشا اقول لك انا اهو بقولك الطول ثابت بتاع مين بتاع الاشارة واللي بتغير التردد بتاعها تعالوا اصبط بقى في مين في الامبليتود موديليشن اهو ايه اللي هعمله هنا ده انا بغير في اتساع الموجة المحمولة ايه اللي هيحصل في التردد اه التردد هيبتدي يزيد ويقل لان زي ما احنا قولنا التعديل الترددي هو التغير الحادث في تردد الموجة الحاملة ذات التردد العالي تابعا للموجة المحمولة التردد مخفض اهو انا هغير في مين في اتساع الموجة المحمولة اهو هغير في اتساع بص ايه اللي هيحصل اهو اتردد بيزيد ويقل معايا ازان انا دلوقتي شفت عملية التعديل او شفت عملية المودوليشن وشفت الاشارة المعدلة وشفت ازاي بغير في اتساع الموجة الحاملة تابعا للموجة المحمولة ده بالنسبة لمن الجزء الخاص بالتعديل التردد تعالوا نشوف بقى الدايلة الالكترونية اللي بيستخدم فيها او تستخدم في توليد موجة معدلة تعديل التردد يعني كأنه اسليتر اف ام تعالوا نشوف كده الدايلة الالكترونية قدام مني هي ادي المودوليتينج سيجنال هي اموت الاشارة الاشارة التردد المخفض اللي هتخش على الدايلة بتاعتي والدايلة بتاعتي هنا عبارة عن مولد تردد عالي فيها مين اه فيها في سي اللي هو سناء الفريكاب وفيها المحول عشان اكون منه اشارة الخارجة عن طريق سي اي ودي الترنزيستر اللي هي واحد وهنا الاف ام او الاشارة المعدلة تعديل التردد ايه اللي مقصود من الدايلة دي اللي مقصود من الدايلة دي ان انا هدخل موج التردد المخفض على دايلة اسليتور بتطلع تردد خلي بالك معايا بتطلع تردد فهنا التردد اللي هيخرج من خارج الدايلة دي هيبقى متغير على حسب الموجة اللي هي المودوليتينج سيجنال او اشارة اللي داخلة الفريكاب ايه بقى اثناء الفريكاب خلي بالك بقى معايا من الكلام اللي حقول ده مهم جدا 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 الاساس عندي في السنائي الفريكاب متوصل توصيل عكسي ولما وصله توصيل عكسي اللي هيحصل فيه ركز كواس قوي لما دخل عليه جهد خلي بالك لما دخل عليه جهد هيطلع منه تردد وتردد هيبقى متغير تردد هيبقى ايه متغير حسب التغير في مين في الجهد طب جات منين الموضوع ده او جي منين الموضوع ده اللي خلى ادخل جهد كهربي يطلع لتردد مختلف من الفريكاب الفريكاب بتاعي خلي بالك معاه تكوينه من الداخل احنا شوفنا شكله ده حنقولك عليه بالتفصيل دلوقتي تكوينه من الداخل عبارة عن سنائي ومكسف واتنين مع بعض عا تكره موحدة واحدة مش بجيب موحدة سنائي وبوصر موحدة لا بقى هم جزء واحد زي ما حنشوف ايه اللي بيحصل اللي بيحصل عندي اننا خلي بالك كويس اوي من الكلام اللي بقوله لما بدخل جهد عالي ركز كويس اوي في اللي بقوله لما بدخل جهد عالي على السنائي بتزيد المساحة بين خلي بالك معاي اللحين ولما تزيد المساحة بين اللحين الساعة ال ولما الساعة ال افتراضه دي زيد مش فاهمينها جات منين دي اقول لك جات منين ساعة المكسف بتساوي سابت ابسلون مضروف في الاريا الايه اللي هي مساحة اللحين على ال D او ال W اللي هي المساحة بين الروحين فالمساحة لما تزيد الساعة تقل المساحة لما تقل الساعة تزيد والعلاقة هناخدها بالتفصيل تعالي شوفوا الاول السنائي ده شكله ايه وتكوينه ايه وشرحه من جوه ايه بتفصيل عشان لما نبتدي نشرح الدايرة نبقى عارفين السنائي ده هو العنصر الاساسي في الدايرة وهو اللي هيعمل عملية التعديل الدايرة عندي ده الاساسيليتور مزبزب فلو قلت التردد بيسوي تردد التردد بتاع الدايرة الافنود بتسوي واحد على اثنين باي جزر L C انا عندي L C بقى اللي هي بتاعت مين بتاعت الفريكاب تعال نشوف الكلام ده بالتفصيل عشان نفهمه عشان نبتدي نخش جزء وجزء وناخد القانون اللي اللي قلته دلوقتي بالتفصيل نشوف الكلام ده على الشاشة يبقى سناء الفريكاب اهو على الشاشة قدام مني V C اللي هو على الشاشة واضح اهو مكسب وسناء لما غير الجوة دي اللي هنا تتغير المسافة بين الروحين المسافة مش المساحة المسافة وتتغير معايا الساعة وبالتالي يتغير معايا مين التردد تعال نشوف الكلام ده السناء السعوي الفريكاب ونشوف اسماؤه الاول لان ليه كذا اسم ليه اسمه السناء السعوي الفريكتور داوت ده اسم variable capacitors داوت تونينغ داوت فريكاب داوت كل دي اسامة بتاعت مين السناء السعوي تعال نشوف بقى شكله introduction المعلومات او البدايات بتاعته الفريكاب الفريكتور داوت بص بقى السي عادي شكله هو تركيبه وصله اهي عبارة عن سنائي بس تخلي بقى معايا فيه ممتقة عازلة هنا اهي اللي هي دايلكتر هنا بقى دي بتزيد وتقل على حسب مين على حسب الجهد دابلات اللي هو لوح ولوح اللي هو مكسف موصلين او لوحين بينهم عازل اهو رمز بتاعه شكله كده اند اهو وكسف وخلي بقى معايا علاقة هي سي تي بتساوي ابسلون على دابلو دابلو اللي هي المين اللي هي المساحة المسافة واي اللي هي الاريال اللي هي المساحة يبقى دابلو المسافة والاي اللي هي الاريال اللي هي المساحة طيب تعالوا نشوفها هنا العلاقة بين الساعة والمسافة بين اللوحين بتاعت مين بتاعت البراكتر دايوت اهي سي تي الساعة بتساوي الابسلون ابسلون دا ثابت مضروف في الاي على الاريال طب تعالوا هنا اه السي الاي دا ابسلون سي تي اللي هي الساعة الكلية وهنا الاي اللي هي مساحة سطح اللوحين ودي المسافة بين اللوحين اللي هي الدي بقى اللي هي الو اللي هي دي لتعادل من؟ الو يعني دو دي ممكن نسميها دي على سنة بنسميها الجزء العازل أو الو تعال نشوف بقى هنا ايه اللي هيحصل عنه؟ بص كده ادي المساحة هنا حطيت جهد قليل في اتجاه العكس طبعا المساحة قليلة صح كده؟ طبعا المساحة لما تقل الساعة تزيد على القانون احنا لسه متكلمين عليه تعال بقى نشوف هنا حطت جهد عالي المساحة زادت يبقى الساعة هتقل المسافة هتقل اهي المسافة زادت يبقى الساعة هتقل تاني حطت جهد منخفض المسافة قلت الساعة زادت انما هنا حطت جهد كبير المسافة زادت فالساعة هيصل الله ايه هتقل قادي الخاصية بتاعة انين بتاعت السنائي الفريكات. العلاقة بين السعة والجهد زي ما قلت لك علاقة عكسية. بص بقي خلي باك مع هذا السعة كباستر ايه. كل لما بص خلي بقى معي. كل لما زود الجهد الساحة اقل. مانا مزود الجهد المساحة زيد وهكذا. ماشي? السعة حصل له ايه? هتقل. تعال نشوف بقى هنا بص خلي بقى معها. الالقا بين السيع والجهد. تشوف خلي بقى مع الاي واني جبت مسلا البركتر او وحطيت عليه زيلي بولت هيديني ساعة ستين بيكو فراد بص خليك معايا قبل الساعة جامعة وتاك عكسية هي حطيت اتنين بولت جاب لي خمسين بيكو فراد اذا وانا بغير كل ما بغير في الجهد بتتغير معايا مين الساعة وبتقل هي يبقى الترضب يحصل له ايه هيزيد ازاي لما نيجي للقانون اللي حنقولك دلوقتي تعاني نشوف الكلام ده قال الدائرة بتاعتي اهي في هذه الدائرة بيستخدم سناء الفراد اللي تتغير الساعة بين اقطابه عند تغيير الجهد على طرفين طب عزيم تعاني نشوف كده اللي هيحصل بقى وبذلك يقوم بتحويل كل تغير يحدث في اتساع شرط المعلومات اللي هي اشارة الصوتية الى تغير في الساعة والذي يؤدي الى تغير في التردد ليه التغير في الساعة يغير في التردد اقولك ليه عشان القانون اللي جاي حيث انه ترده مزبزب ما هي داية مزبزب حقيقي بقى كام F بتساوي واحد على اتنين باي جزر LC بصوا كده F واحد على اتنين باي جزر LC اتنين باي دي سابتة باي دي اللي هي تاتة اللي هي تاتة واربعتشم من مية واتنين دي سابتة جزر LC اللي هو احس الملف ده سابت عندي هو كان مني اللي بتغير معايا لما كنت بزود الجهد ده وبقدر الجهد الساعة اهيه سي اهيه يبقى سي دي لو اتغيرت هيتغير معايا التردد وكل لما سي دي تزيد كل لما التردد يقل والعكس تعالوا شوف الكلام ده عند تطبيق شرط المعلومات فان التردد ومزبز بيصبح ايه بقى مش هيبقى سي F1 واحد على اثنين باي جزر L زي ما هي انما سي تغيرت زادت وقلت على حسب مين على حسب الاشارة الصوتية او اشارة المعلومات الادخالة وبالتالي طبعا هيتغير معايا التردد حيث ان F1 هو التردد الجديد للمزبز نتيجة تطبيق اشارة المعلومات الذي ادى الى تغيير في ساعة الفراكتور اما L فهي قيمة حس الملف وتقاس بالهنري طبعا احنا عارفين L L بتقاس بمين بينهن الرمز بتاع السناء السعوي اهو انود وكاسو شكل بتاعي باين اهو وزي ما قلت لك الانود والكاسو دهو وهنا الجزء اللي خاص بالكوندنسر اللي هو وصل معامل الداخل يعني ونشوف الشكل العام اللي كمان لمين لسناء الفريكة خلي باك معايا سناء الفريكاب بيستخدم في اختيار المحطات تركز معاك ويس اوي في الكلام ده سناء الفريكاب مهم قوي لذلك انا بحطه في التيونر بتاع اجهزة التلفزيون وبحطه كمان في اختيار المحطات في اجهزة الراديو ان شاء الله بإذن الله لما ناخد اجهزة استقبال الازعية هنتكلم على جهاز استقبال عندنا موجود في المعمل وهنشوف وهوريك دلوقتي الفريكاب اللي موجود عندنا في الاجهزة داخل الدايرة بتاع الجهاز الاستقبال وموجود فاني احد في الدايرة نفسها وهوريك برضو صورة لتيونر او منتخب قنوات بتاع جهاز تلفزيون وهوريك الفريكاب مهم فيه جدا طبعا سواء كان فيه اختيار الفري هاي فريكوانسي اللي هي البي اتش اف والالترا هاي فريكوانسي اللي هي اليو اتش اف وعنشوف الكلام ده يبقى اذا الفريكاب ليه بس تخدمه في الاختيارات وفي تغيير التردد ما انا خلي بالك ما معايا بقول ابغاير جهد اللي بغاير تردد ده في الفريكاب يعني انت مسك الرموت كده وهتغير الاشارة اللي ماشية دي اللي تطلع من الرموت بيستقبلها السنسور بتاع جهاز الاستقبال بيغاير جهد انت بتغير في جهود بتخش على السنائل بتاع الفريكاب يبتدي يحول التغيير في الجهود ده الى تغيير في تردد طب ما احنا عارفين ان كل محطة ليه تردد وكل قناة ليه تردد يبقى انا اللي بغاير في الترددات دي بغاير في مين في المحطات لحد ما اختار المحطة اللي هي مناسبة ليا او اللي انا عايز اشوفها او ده في اجهزة ريفيزيون او اللي عايز اسمحها في اجهزة استقبال الازعية تعاني شوف سنائل فريكاب موجود فين في جهاز اللي عندي في المعمل وجهاز عافية احنشرحه بالتفصيل في جزء الخاص بشرح اجهزة استقبال الازعية نشوف الجهاز ده ده جهاز ام اف ام ريسيبر موجود تيونر يعني جهاز تدريب بتاع جهاز استقبال ام وال اف ام بيستعب الموكتين اللي هو الموجة ال ام وال اف ام خلي باك ما معي بص هنا اف ام تيونر يعني اختيار المحطات بتاعت موجات ال اف ام بص كده اهو السناء فريكاب اهو اف ام تيونر اختيار محطات ال اف ام عند اتنين سناء فريكاب هنا اهو اهو يبقى ده سناء فريكاب اللي بقولك عليه اللي موجود في اختيار المحطات في اجهزة الراديو او اجهزة الاستقبال الازاعية طب هل موجود في اجهزة الاستقبال التليفزيونية اه موجود طبعا تعان شوف في اجهزة الاستقبائية التليفزيونية موجود فين بالزبط موجود في التيونر اللي شغال dhf و uhf تعان شوف الكلام اهو ده تيونر اهو ده الدخل الجاك بتاعة تيونر اللي جاي من الهوائي وهنا موجود عندي الvaricab اهو وشغال مع مين uhf اللي هو ultra high frequency band بتاع الايه الحزمة بتاعة الايه التربضات بتاعة dhf وبرضه هنا موجود تاني اهو varicab اهو يبقى فيه varicab هنا وفيه varicab هنا فيه اتنين اهم اهو varicab diodes وموجود فيه dhf اللي هو very high frequency band اللي هو بتاع الحزمة التالتة وده بالنسبة لمن للجزء اللي خاص بالvaricab تعان شوف اشكال العملية بتاعة الvaricab مش شكل واحد على فكرة لعدة اشكال دي الاشكال بتاعة سنائي اه الvaricab الاشكال العملية كلها اهي ده بالنسبة لمن خلي بالك معايا اهو عتقول ده ترانزوستور لا ده سنائي varicab واللي بيفرق ما عندي هنا بيه الارقام عشان ما تقولش ده تاعة اطرافه بقى سنائي varicab لا ده بالنسبة لمن للجزء اللي خاص ب آآ سنائي varicab والشكل العملي بتاعه خلي بالك بقى معايا كده انا عرفت آآ سنائي varicab شغال ايه ووظفته ايه وبيغير معايا في ايه واستخداماته كانت ايه ومهم جدا في عملية التعديل الترددي بكده يبقى وصلنا الى نهاية حلقة اليوم نشكر لكم حسن الاستماع والمشاهدة وإلى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله شكرا